بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جديدة غريبة بس ظريفة جدا 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 هنعمل مع بعض فطيرة الشاورمة بالجبنة المشللة هتكون نوع من أنواع التغيير اللي هيعجبكم ان شاء الله هنحس لما احنا ناكلها ان احنا روحنا اكلنا برا وهننبسط بيها جدا 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 وهي بالمناسبة مكوناتها سهلة جدا طريقتها سهلة جدا نفس المكونات اللي بنستخدمها كل يوم بس هنعمل فيها شوية تجديد وتغيير بسيط علشان ما يحصلناش ملل من كتر تكرار نفس هي هي نفس الوجبات هي هي هنعملها مع بعض ببساطة وبسهولة انا متأكدة ان هي ان شاء الله هتعجبكم تابعوا معايا الفيديو الاخر وهتشوفوا تفاصيله علشان نعملها ان شاء الله هنحتاج 500 جرام دقيق او نص كيلو دقيق 3 معالق كبيرة زبدة مذابة 4 جرام من الخميرة الفورية او معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة ملح معلقة كبيرة سكر 250 ملي مية دافية او كوباية مية دافية نبدأ على بركة الله اول حاجة بنحط على المية الدافية السكر والخميرة الفورية علشان نختبر نشاط الخميرة بنقلبهم كويس جدا مع بعض وبنغطيهم ونسيبهم على جنب حوالي على حسب طبعا الرغبة لكن انا لقيت ان الزبدة ادي التأثير كويس جدا معينا ونقلب كويس بالسباتيولا بحيث ان احنا بس ما تلزقش في ادينا العجينة من اول ما نستخدمها نبدأ نلم بس لما بسيطة بالسباتيولا وبعدين بنتدخل بقى بادينا وبما اننا قلنا ان دي بقى فطيرة فلازم طبعا نعجينها كويس جدا جدا والعجن هنا هيخدم معي النتيجة النهائية علشان ننشط الجلوتن اللي فيها هنبدأ ان احنا نعجينها كويس جدا وبس عايز اقول لكم ملحوظة خلوا معينا برضو مقدار من الدقيق ازياد شوية زي ما اتفقنا ان في العجين بنخلي معينا مقدار زيادة من الدقيق او لو احتاجنا نزود مية دافية لو الدقيق اتلع ان هو بينكر السويل لكن الحمد لله العجينة عندي هنا اخدت المتين وخمسين ميلي مية لان انا بعملها بنفس الطريقة ونفس نوع الدقيق فالمقدار بالنسبالي لحد ما يثابت بجيب بولا او الحاجة اللي احط فيها العجينة تخمر بدهنها بزيت كويس قوي علشان اما اجي طلعها تطلع معي بسهولة وبحط زيت على العجينة نفسها وبغطيها بستريتش او بلاستيك فيلمة او اي اي عندي بلاستيك كيس بلاستيك وببدأ اسيبها تخمر لمدة ساعتين على اقل طبعا احنا في جو بارد فيفضل ان انا افتح الفرن يسخن وبعد ما يسخن اقفله وحط العجينة لحد ما يتضاعف حجمها نبدأ مع بعض على ما تخمر العجينة نعمل الصلصة والصلصة هنا هتكون شبه كده صلصة البيتزا علشان نعملها هنحتاج لتر من عصير الطماطم المتصفية فصين طوم مفروم معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة طوم بودرة رشة زنجبيل معلقة صغيرة زعتر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار من زيت الزيتون بنحط كلهم على بعض التوم على التوابل على زيت الزيتون وبنرفع على النار ولو الكمية دي حسنا ان هي كبيرة ممكن تقسموها اتنين انا لما بعملها كتيرة بستخدمها في حاجات تانية فممكن ان احنا نقسمها اتنين ونرفعها على النار لحد ما تتقل معنا قوي علشان هي دي اللي هتكون على وش الفطيرة بتاعتنا اما بقى بالنسبة للحشوة او الشاورمة هنحتاج انا عندي هنا وركين خلتهم وقطعتهم صغير جدا علشان اعمل بيها الشاورمة بصلايا كبيرة متقطعة مكعبات فلفل الوان طمطماية متقشرة ومتشال منها القلب والبزر ومتقطعة طمطماية كبيرة والتوابل بابريكا فلفل اسمر معلقة توم بودرة معلقة ملح معلقة بوهرات او توابل جرامسالة وان شاء الله في حلقة من الحلقات هنعمل مع بعض انواع التوابل كلها فحل على النار طبعا الصلصة شغلة معنا على النار لحد ما تدخن او تتقل فحل هنحط الزيت ممكن زيت زيتون وممكن زيت دور الشمس او زيت دور حسب بقى ما احنا نحب وهنبدأ ان احنا ندي كده تشويحة مع التوابل علشان الفراخ بتاعتنا او الدجاج بتاعنا يتشبع بطعم التوابل والملح نقلب كويس جدا كده لحد ما تبيض معنا هي كده اخدت صدمة من النار وهي مش بتاخد سوى جامد اوي لان هي طبعا زي ما احنا عارفين متقبطعة صغير ونحط عليها البصلايا المكعبات ونقلب ونحط معلقة كبيرة من ديبس الرمان ديبس الرمان هنا هيكون فارق جدا جدا اتمنى بجد تجربوها بديبس الرمان رائعة معلقة كبيرة ونحط معلقة صغيرة من السياسوس ونقلب كويس جدا ونحط طبعا الفلفل الوان يعني كل دول عبارة عن تشويحات بسيطة هي مش هتاخد سوى كتير على النار تشويحات بسيطة نحط الفلفل الالوان والطمطماية ونقلب كويس جدا لحد ما تستوي ويكون ما فيهاش اي سوائل تتشرب بكل السوائل بتاعتها اللي هي نزلت منها ومن الخضار وفي نفس الوقت انا امتبع الصلصة وبقلبها باستمرار وهفضل وانا واقفة جنب الصلصة وبقلب الشاورمة لحد ما اطمن ان هي فعلا ما بقاش فيها اي نوع من انواع السوائل هيتبقلنا بس الطعم الجميل هترجع تشرب سوائلها تاني علشان لما احشي بيها الفطيرة ما تبقاش العجينة فيها من السائل بتاع الشاورمة فتكون كأنها مش مستوية في الفرن او مش هتبقى نتيجتها حلوة معينا لحد ما كمان الصلصة بتتقل خالص بعد كده بخليهم يبردوا على جنب وببدأ ان انا افرد العجينة وجهزها بجيب الصينية اللي هعمل فيها وقطرها حوالي 30 صمتي صينية من بتاعة البسبوسة رفيعة انا مش محتاجة ان هي تكون حطتها عالية ولا حاجة بدهنها كويس جدا بالزيت وببدأ بقى اخد العجينة معي بعد ما خمرته بقت جميلة ببدأ ان انا احاول عجينها انا بعجينها على زيت او بفردها على زيت مش على دقيق بعجينها كويس جدا على الاقل على الاقل 5 دقيق لو اكتر هيبقى احسن طبعا هي عجينة طرية جدا وهتلاحظوا معينا ان هي في منتهى السهولة وهتكونوا مستمتعين جدا وانتوا بتفردوها هقسمها اتنين علشان اواريكم هنعمل ايه حتى النشابة كمان بندهنها بالزيت عشان العجينة بس ما تلزقش فيها ويكونوا الشغل اسهل ممكن ان انا ما استخدمش النشابة خالص للناس اللي ما عندهاش نشابة وهوريكم ان انا هكمل فردها بايدي انا دلوقتي بس بس بسهل بحاول ان انا سهل ان انا اعمل دايرة لكن انا برضو هكمل فردها بايدي وهي سهلة جدا ونفاش اي صعوبة بحطها في الصنية وببدأ ان انا امددها بقى بايدايا وافردها والصنية لازم تكون مدهونة زيت علشان لما نيجي نطلع الفطيرة بتاعتنا ونقطعها هتلاقوا ان الصنية طلع نظيفة جدا ما فيهاش اي حاجة والعجينة مش لازق فيها ولا اي حاجة فدي حاجة هتريحنا جدا جدا واحنا بنقطع وهتريحنا جدا في السواء انها مش هتلزق من تحت بنفرد الشاورمة ونحاول ان احنا ما نجيش في الجوانب قوي لو عندنا مشروم بنحط عندنا اي اضافات تانية دي هتبقى راجع لزوقنا وراجع للحاجات المتوفرة عندنا في البيت وبنجيب الجبنة المشللة انا لقيت ان الجبنة المشللة طعمها جميل جدا وزودتلي كده غنى الطعم في الفطيرة اكتر من الجبنة المتسرلة بصراحة وهي جبنة كده لها طعم يعني هي عشان فيها نسبة ملوحة مش ان هي زي الجبنة المتسرلة بتشد بس لا هي لها طعم فبنبدأ ان احنا نفردها طبعا الكمية راجع لنا احنا وممكن ما تحطوش جبنة خالص لو مش حبنها او ممكن ان احنا نغير النوع بمزاجنا ولو حطينا الشاورمة بس برضو كمان هتكون الوصفة جميلة جدا نجيب الجزء التاني من العجينة اللي عندنا ونفرده بنفس الطريقة كمان ممكن نغير في الحشوة على حسب زقنا وعلى حسب الحاجة المتوفرة عندنا وعلى حسب اللي احنا بنحبه ممكن مرة تبقى بشاورمة اللحمة مرة تبقى بالفراخ ممكن تبقى بالتونة فالموضوع ده راجع لنا في النهاية بنجيب الجزء التاني من العجينة ونحاول ان احنا نقفلها بحيث ان العجينة اللي تحت تبقى مش باينة تماما وان ما فيش اي حاجة تخرج منها وهي بتستوي زي ما احنا شايفين مثلا قطعة كده انا مش فردها حلو بقطعها وباخدها ازبطها في قطعة تانية او في مكان تاني نقص عجينة عادي جدا موضوع سهل قوي ببدأ ان انا احاول اقفلها بطريقة اللي انتوا شايفينها دي وبعمل بأدية ضغطة بسيطة عليها كده وببدأ ان انا اوزع السلسة اللي هي بتدي طعم طبعا حلو جدا واللي يشوفها كده الاول مرة مش هيعرف ان دي محشية من جواها اي حاجة هتبقى فيها كده حركة لطيفة يعني وعايز اقولكم كمان حاجة مهمة جدا لازم نخليها في اعتبارنا ان الصلسة عليها نسبة من الملح الجبنة المشللة ملحة الشاورمة فيها ملح فلازم نعمل موازنة بين كميات الملح اللي احنا حطينه في كل حاجة من دول علشان الفطيرة معانا في النهاية ممكن تطلع مملحة جدا لو زودنا في اي حاجة من دول وما عملناش في اعتبارنا ان الحاجة التانية مملح بعد ما بنحط على الوش جبنة متسرلة طبعا وده اختياري بندخلها على درجة حرارة 200 متحقق قبلها بربع ساعة ياريت لو في شواية وفرن ومروحة نشغلهم التلاتة مع بعض عشان توزيع الحرارة يبقى حلو جدا بتطلع بعدها تقريبا بكتير بنص ساعة حسب طبعا كل فرن زي ما احنا شايفين الصينية زي الفل ما فيهاش اي حاجة لزقة ولا اي حاجة كده ده لان العجينة معانا طرية جدا مخدومة في العجن مرتاحة كويس وخمرانة كويس واخدت وقتها في كل حاجة الفطيرة في حد ذاتها من غير اي حشوات اتلاحظوا ان طعمها جميل جدا ده غير طبعا وفوق كل ده ان احنا عاملينها بحب للناس اللي احنا بنحبهم اتمنى تشيروا لهم الفيديو اذا عجبكم ان شاء الله اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله